السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبابي طلاب الصف الثالث العدية دي معاكم استهاني من قناة تعلمني النهر ده ان شاء الله معانا فيديو مهم جدا ليكو معانا متحان متوقع درسات اجتماعية ان شاء الله فيديو مهم تابعوا الاخر سؤال لو انت اول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا وعجاب للفيديو اشتراك في القناة فعلوا زر الجرس عشان اي مراجع اول متحان ننزلوا يوصلكوا باذن الله نقول بسم الله الرحمن الرحيم عندي طبعا اولا الجغرافيا امامك قريطة لقارة اوروبا اكتب مدلول الارقام الموقع عليها رقم واحد البحر طبعا ده البحر المتوسط طيب اتنين جبال هيت جبال الال تلاتة هضبة هضبة ميديتا اربعة مضيق جبل طارق طيب يقول لي بما تفسر تعد حشائش السافنة حضيقة حيوان طبيعية طبعا احنا عارفين اجابة بتاعتها لان فيها حيوانات اكلة العجب وحيوانات اكلة اللحوم يقولوا حيث يعيش بها حيوانات اكلة العجب وحيوانات طبعا واسكلهم امثلة اكلة اللحوم طيب ازدحام منطقة البحيرات العزمة وفي الولايات المتحدة الامريكية بالسكان السبب طبعا بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة يبقى بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة تمام طيب السؤال التاني اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين ينتمي نقط الى السلالة المغولية الصفراء العرب الاسكيمو النيليون الحاميون البنتو الاسكيمو السلالة المغولية الصفراء تقع جبال روكي في قارة اسيا ولا اوروبا ولا استراليا ولا امريكا الشمالية امريكا الشمالية تنتمي اشجار الجوز الهند الى الغابات الاستوائية الموسمية المخروطية البحر المتوسط الى الاشجار الموسمية بعد كده بيقول لي قارن بين اقليم مناخ البحر المتوسط واقليم مناخ غرب اوروبا من حيثو الموقع الفلكي والخصائص المناخية طبعا هنقول اقليم مناخ البحر المتوسط موقع الفلكي بين دقلتين عرض تلاتين وخمسة واربعين شمالا وغنوبا في غرب الكارات اقليم مناخ غرب اوروبا بين دقلتين عرض خمسة واربعين لستين شمالا وغنوبا في غرب الكارات طيب عندي الخصائص المناخية مناخ البحر المتوسط معروف حار جاف صيفا دافيه ممتر شتاء اما اقليم مناخ غرب اوروبا مناخه دافئ صيفا بارد شتاء وامطاره طول العام وخاصة في فصل الشتاء والخريف تمام طيب بيقول لي اكتب رقم جيم اكتب المصطلح الذي تدل عليه كل عبارة من العبارتين الاتيتين دولة تتكون من جزيرة او اكثر طبعا ده تعريف الدول الايه الجزرية سلالة بشرية زيتة بشرة بشرة بيضاء وشعر مموج طبعا دي السلالة الايه الكوكازية ده كده بالنسبة للجغرافيا نشوف معانا التاريخ بيقول لي صوب الخطأ في العبارات الاتية واكتبها في كراسة اجابتك صحيحة واجهها اهالي مدينة الاسكندرية الحملة الفرنسية بزعامة عمر مكرم طبعا بزعامة محمد كريم حاكم المدينة تألف وفض مصري عقب انتهاء الحرب العالمية الاولى برئاسة مصطفى كامل لمقابلة السير وينجت طبعا برئاسة سعد زاجلول تمام والغية الامتيازات الاجنبية وفقا لاتفاقية السودان 1937 هتبقى التصويت بتاعها وفقا لمؤتمر مونترو 1937 طيب اغراق الاسطول الانجليزي بقيادة نيلسون اسطول الحملة الفرنسية في معركة امبابا طبعا هتبقى التصويت في معركة ابي قير البحرية تمام طيب نشوف اللي بعده ماذا كان يحدث اذا كان او لو يقاطع الشعب المصري لاجنة ميلنر لو ما كانش الشعب المصري قاطع لاجنة ميلنر ايه اللي كان هيحصل هنقول ان ما كانش طبعا تم فصل الزعمة الشعبية ممثلة في سعد زاجلول عن الشعب المصري ونجحت بريطانيا في اقناع مين في اقناع الشعب المصري بكبول الحماية البريطانية ايه على مصر لم يكتشف حجر رشيد مكنناش طبعا عرفنا الكتابة المصرية القديمة ولم يتم معرفة التاريخ الايه المصري تمام طيب الى من ينسب كل عمل مما يأتي تحالفة مع الشيخ ظاهر العمر واخضع الحجاز لنفوزه مين دوت او مين الشخصية دي طبعا ده علي بيج الكبير انشأ دار الكتب المصرية الخديوي اسماعي طيب رتب الاحداث التاريخية القاتية من الاحداث الى الاقدم عندي مديني موقع الريدانية الحملة الفرنسية على الشام ثورة القاهرة الاولى حملة فريزر هعايز هو من الاحداث يبقى رقم واحد عندي هتبقى حملة فريزر عندي بعد كده الحملة الفرنسية على الشام بعد كده هيبقى عندي ثورة القاهرة الاولى اخر حاجة هنا موقعة ايه الريدانية تمام؟ طيب دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يلي تخلي او تخلي فرنسا عن تأييد مصطفى كامل الدليل ان طبعا توقيع اتفاق الودي بين انجلترا و فرنسا عام 1904 واللي بينص على عدم معارضة انجلترا لاحتلال فرنسا للمغرب مقابل عدم معارضة فرنسا لاحتلال انجلترا لايه لمصري بقى ده الدليل التاريخي على تخلي فرنسا عن تأييد ايه مصطفى كامل طيب اطلاق مصطفى النحاس الحرية للشعب في النضال المسلح في اكتوبر 1951 هنقول الدليل ان قامت مجموعة من الفدائين بمهاجمة معسكرات الانجليز في منطقة القناة وعمدت الحكومة على زيادة عدد رجال الشرطة لمساعدة ايه الفدائين خلاص ما النتائج التي ترتبت على صدور دستور 1923 النتيجة ان اجرية الانتخابات وفاز فيها حزب الوفد بالاغلبية وكما ساعد زغلول بتشكيل الوزارة سنة 1924 عرفت باسم وزارة الشعب تمام ده كده كان الامتحان بتاعنا النهاردة لو انتوا وحسيتوا ان انتوا استفدتوا بيه بحاجة لا تنسوش ان انتوا تدعمونا باعجاب للفيديو واشتراكوا للقناة لا تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان اي مراجع ان شاء الله هننزلنا لقاء اي امتحان بازني للفترة الجاية توصل لكم وبالنجاح والتوفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة